أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا قلبا سليما من ماذا؟ سليما من الأمراض علينا أن نحرص على سلامة قلوب بعضنا لبعض وأن يحرص الإنسان على صفاء قلبه لأن القلب متى كان صافيا سليما من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء فإنه ينتفع بالمواعظ وينتفع بالقرآن وينتفع بالذكر ويجد في صدره انشراحا وطمأنينة وسكينة وهذا أمر كل واحد منا يطلبه كل واحد منا يحب أن يشريح صدره يحب أن يتتيسر الأمور بالنسبة له فما الطريق لذلك أن تسعى إلى صلاح قلبك ومن أعظم أسباب صلاح القلب أيضا الدعاء أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا قلبا سليما من ماذا؟ سليما من الأمراض لأن الأمراض التي تصيب القلب نوعا أو مرضان مرض الشبهات ومرض الشهوات القلب الأمراض التي يصيب القلب نوعا مرض الشبهات ومرض الشهوات فمرض الشبهات الشبهات يلتباس الحق بالباطل بأن يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا ما دواء هذا المرض؟ دواء هذا المرض هو العلم النافع هو العلم النافع ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آرني الحق حقا وارزقني اتباعه لأن الإنسان قد يرى الحق حقا لكن لا يوفق لاتباعه فعنت تسأل الله تعالى أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه النوع الثاني من الأمراض أمراض الشهوات وليس المراد بالشهوة ما قد يتبادر أنها شهوة الفرج لا الشهوات المراد بها الميل والانحراف عن شريعة الله فكل من مال عن شريعة الله وقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فعنده مرض شهوة ما دواء مرض الشهوات؟ نقول له دواءً أولاً حسن الإرادة والقصد إذا علم الله تعالى منك حسن الإرادة والقصد أزال عنك هذا الأمر وثانياً الإكثار من الأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة أيها الإخوة سبب للنجاة من الفتن والأمراض قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً من شدة هذه الفتن نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن إذن على الإنسان أيضاً أن يسعى في صلاح قلبه من هذين المرضين وهما مرض الشبهات ومرض الشهوات فمرض الشبهات يداوى بالعلم النافع والعلم النافع هو العلم المستقى والمأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني من المرض مرض الشهوات ودواؤه حسن الإرادة والقصد والعمل الصالح فحسن الإرادة والقصد أن الله تعالى متى علم منك حسن النية والقصد والإرادة وحب الخير يسر ذلك لك قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى حتى إنه تتيسر لك الأمور من حيث لا تشعر يسخر الله لك من عباده من يقوم بخدمتك ويسهل أمورك من حيث لا تشعر كل هذا من توفيق الله بسبب حسن النية فمتى أحسن الإنسان النية وأحسن الظن بربه وأحسن الظن أيضا بعباد الله فإن الله تعالى يجازيه ويكافيه على ذلك كما في قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى فيسره الله تعالى لليسرى ويسخر له من عباده ما لا يخطر له على بال ثانيا من أيضا أسباب علاج مرض الشهوات هو الإكثار من الأعمال الصالحة أن يحرص الإنسان على الاستكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وتلاوة القرآن والذكر والصدقة وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك الأعمال الصالحة بحمد الله كثيرة ومتنوعة ومن حكمة الله أن نوع الأعمال الصالحة لأن من الناس من يشق عليه الصيام صيام النفل قد يكون شاقا عليه ويجد في نفسه أنه إذا صام حصل له كسل وفتور وربما تعطلت أعماله بسبب الصيام نقول هناك أعمال أخرى يكون قيام الليل أو الاكثار من الصلاة أسهل عليه ومن الناس من يسهل عليه هذا دون هذا ولهذا فيه من حكمة الله تعالى أن نوع العبادات وجعل منها عبادات مالية كالصدقات والزكوات والنفقات وعبادات بدنية محظة كالطهارة والصلاة والصيام وعبادات مركبة من المال والبدن كالحج فإن الحج عبادة مركبة فعلينا أيها الأخوة أن نحرص على أن نستكثر من الأعمال الصالحة ولسيما التقرب إلى الله تعالى بالنوافل اشتركوا في القناة